أستاذ محمد الآن أنت تعطي دليل على أن البرلمان قرر الأستاذ يحي رد عليك بشكل قانوني وعلى لسان المحكمة الاتحادية طعن بالقرار قال لي ولا سأجيبه رغم أنا مقانوني أنا راح أجيبه أنا مقانوني ولا خبير بالقانون الدولي باختصار 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 لو كان الطلب من الحكومة العراقية أطليها بين قوسين دكتورية بالتصويت على إخراج أي قوات مو صحيح هذا الكلام هذا الكلام لا علاقة له لا بالدستور ولا بالقانون هايس والف لا لا بحضور رئيس الحكومة العراقية هايس والف عزيزي أعطي لي نص دستوري أو قانوني يتيح لرئيس مجلس وزراء طلب في المجلس النواب بكل الأحوال بكل الأحوال بكل الأحوال بكل الأحوال الحكومة طلبت عزيزي قال البرلمان لا غير صحيح غير صحيح اعترفت بقاني أنهي هاي الجدلية عادل عبد المادي حاضر الجلسة يا أخي شيخ محمد عادل عبد المادي حاضر في الجلسة عاني أنهي الجدل بسؤال ما أزدره البرلمان قرار أم قانون لا قرار إذن المحكمة الاتحادية تقول لا يحق للبرلمان أن يزدر قرارات للسلطة التشريعية واجب البرلمان أصدار قوانين بناء على طلب الحكومة إلا بطلب من السلطة إلا بطلب من الحكومة العراقية لديك ما يثبت لحظة 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 وين يقول إلا بطلب من الحكومة العراقية منين هذا النص نص دستوري أو قانوني أو محكمة التحادية لا الدستور فيه مثل هذه المادة ولا هناك قانون في الأراضي مثل هذه المادة وليس هناك حرام المحكمة الاتحادية فيه مثل هذا النص أنت أيضا تكلمت هما عندك دليل فقط كلام عن لسان المحكمة الاتحادية وبإمكان البرلمان أن يقاضيك على هذه المسألة أتحدى أتحدى البرلمان أتحدى البرلمان أتحدى البرلمان ثلاث مرات أن يقاضينا على هذه المسألة لأنه يعلم تماما أن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني أستاذ محمد هذا كان إذن أنا وأنت نحيل الموضوع إلى قانونية البرلمان العراقي حتى يقطع نزاع القوم ترجمة نانسي قنقر